استناداً إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس ومنعاً لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي للفيروس ومنها منع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها وذلك اعتباراً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رجب لعام 1441 للهجرة الموافق للثالث والعشرين من مارس عام 2020 وحتى إشعار آخر وتهيب الإدارة بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء وأن يحفظ الله بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية وأن يمنى على جميع المرضى بالشفاء العاجل مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها ويستبدل المؤذن بجملتي حي على الصلاة وحي على الفلاح قوله الصلاة في رحالكم أو الصلاة في بيوتكم أو الصلاة في أماكنكم أو أن يقولها بعد الأذان إعلاما للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم حضور المسجد